كان هناك بعض الشركات أعلنت عن نتائجها المالية إذن افتتاحي مشاهدين خضراء من نصيب سوق دبي بحوالي ربع النقطة المئوية من الارتفاعات أم أبو ظبي الذي سجل ارتفاع طفيف كان في نهاية إغلاق جلسة البارحة اليوم يتراجع بحوالي عشر النقطة المئوية بالنسبة لسوق الكويت المالي أيضا على تراجعات بحوالي عشر بالمئة وسنروا إياكم تفاصيل هذه التداولات ولكن بعد أن ننتقل أولا مشاهدين إلى إغلاق المنطقة الأسيوية والتي كان لها نصيب من التالي